من بداية صورة 25 دناير والثوار الشرفاء اللي قاموا نزلوا في مدان التحرير وقالوا احنا لازم نعمل صورة عشان نشيل النظام اللي هو السابق واحنا تقريبا على مر الايام ومر سنة الوقتي واحنا عملين نقول انه اكيد ان الصور دول هيبقى ليهم وجود في مستقبل مصر او على اقل رأي في مستقبل مصر او يبقوا موجودين مثلا بشكل او باخر في مجلس الشعب اللي جاي اكيد واحنا في وسط الثورة كنا بنقول كده لان الناس دي اللي ليها ونزلت وعملت وقدمت شهداء وا 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 المفروض ان هم يبقى ليهم رأي في الاخر في مصر رايحة فين ده اقل واجب يعني انما اللي حصل ان احنا زي ما حضراتكم عارفين مشينا في الاتجاه الاخر بدل ما نعمل دستور وانما نشوف هنعمل ايه لا اولنا نعمل الانتخابات سريعة ودخلنا الانتخابات عشان مجلس الشعب سيادة المستشار عبدالنوعز ابراهيم رئيس اللجنة القضائية العليا الانتخابات اعلن انبارح المرحلة التانية او نتاج المرحلة التانية وزي كانت المرحلة الاولى تفوق الاخوان المسلمين او الحرية والعدالة والسلفيين اللي هو النور والباقي القادم طبعا هو ده اللي حصل ونتمنى طبعا للاخوان المسلمين لانه هما انتخبوا في مجلس الشعب وهما الشعب هو اللي انتخابهم نتمنى انه هما يعرفوا يأكلون ويشربون ويشغلون وكل التوفيق لهم بس تعالوا نحلل اللي حصل ده ليه ايه سببهم ايه الاخطاء اللي وقعنا فيها او الناس وقعت فيها معايا الدكتور باسم كامل عضو المكتب التنفيذي لإتلاف شباب الثورة وعضو الهيئة العليا للحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي صباح الخير يا فندم ونهارك سعيد صباح يا فندم زكا باشوهندس اهلا وسهلا باشوهندس فيه اراء بتقول انه الصوار وقتلاف الثورة الاصليين الشرفاء اللي ما بيحرقوش مباني اللي هما في الاول انشاغلوا بعد 25 يناير والايام الاولانية بان هما يفضلوا طول الوقت في اعتصامات وطول الوقت في ان هما يبقوا بيعملوا مظاهرات ونسيوا ان في حاجة اسمها انتخابات والمفروض ان هما ينزلوا الشارع ويبقوا قريبين من الناس اللي ممكن تنتخبهم رأي حضرتك ايه هو طبعا الكلام صح بس يعني كلام مختزل بدرجة كبيرة اه نمر واحد لان الشباب اللي قاموا بالثورة او شاركوا مع اخرين في صناعة هذه الثورة لم يكونوا من التنظيم اه المسبق ان هما يبقى عندهم آلة اعلامية اه او ان هما يبقى عندهم تنظيم اه اه ان هما يوصلوا للشارع بدرجة كبيرة زي التنظيمات القديمة زي مثلا جماعة الاخوان المسلمين او زي الحزب الوطني اللي كان موجود في كل حارة اه ان هما هما ناس اه بدرجة كبيرة جدا عندهم طاقة ايجابية ثورية قدروا يعملوا حاجة لو احنا قلنا ان الثورة ما حققتش اي حاجة خالص فهي على الاقل اه كسرت حاجز كان موجود عند الناس اه دايما انا انا بقول هما تلت حاجات هي حققت حاجة اسمها ان ما بقاش فيه خوف اه حاجة اسمها ايجابية الناس كانت دايما تسأل بيه الناس بيهت ايجابية حققت حاجة اسمها امل الناس كانت محبطة ويأس ده صحيح اه لو لو قلنا بس التلت حاجات دي هي انجاز الثورة الناس النهاردة بقى دايما بيشاركوا دايما حاسين ان البلد دي بلدهم اقعد على اي قهوة في اي حتة هتلاقي الناس بتكلم في السياسة نعم ده انجاز ده الانجاز الاساسي الحقيقي اللي عملته تصور نعم كون بقى ان الشباب اه اتلخموا شوية في الاعمال الثورية ده نتيجة ان القائمين على امر الدولة اه ما تبنوش مطالب الثورة او الصور وانما دخلونا في معضلات اه مش حقيقية مش موجودة زي بداية من الاستفتاء احنا قلنا يا جماعة احنا الدستور سقط فما ينفعش نعمل عليه تعديلات تعالوا نعمل دستور جديد نقعد مع بعض دلوقتي نعمل اعلان دستوري في كام بند ونعمل جامعية تأسية ونعمل دستور زي ما حصل في تونس اه اللي حصل قال له لا احنا هنعدل الدستور وحصل استفتاء والشعب كله راح اه وحصل تغييب لارادة الشعب قالوا لهم ده احنا رايحين نصوت على الجنة والنار وحلال وحرام اه وناس كتير انا عدت مع شيوخ جوامع اه قالوا لي انا رحت قلت اه نعم على التعدلات وكنت بقول في المنبر بتاعي ده اه للناس روحوا اقولوا نعم بس دلوقتي انا ندمن ان انا عملت ده لان هو ما كانش فيه اه اللي حصل ان حصل تعديل على الدستور وبعدين جي المجلس العسكري لغى التعديل اللي اتعمل والاستفتاء وعمل اعلان دستوري وقال لنا تعالوا بقى نمشي في الخطوات اللي احنا اتفقنا عليها في حين كان مفروض تعمل الدستور الاول طيب خلص خلينا نكمل بعديها اه قال احنا قدامنا ست شهور فاتوا ست شهور وفات بعديهم كمان خمس شهور ولسه النهارده قاعدين بنتفق على جدول زمني لسه دلوقتي وانا جاي سامع في النشرة ان المجلس الاستشاري اقترح خطة لتعجيل تسليم السلطة فانا قلت بس في اقتراح رائع يعني فاكتشفت ان هم بس انتخابات نجلس الشورى بدل من تلات مراحل تبقى مرحلتين عشان نوفر اسبوعين فهل الاسبوعين هم يعني الازمة الكبيرة في تدول السلطة في مصر ايه في الاسبوعين دول احنا كان زمالنا النهارده يعني احنا عملنا السورة في نفس الوقت مع تونس تقريبا تونس النهارده عندها دستور عندها مجلس عندها حكومة عندها رئيس خلاص دول بقى موجودين يدوروا الدولة المدة تطلع زي ما تطلع انما احنا لغاية النهارده قاعدين نلف حوالين بعد علشان كده السوار طول الوقت كان عندهم هم ان هم يقنعوا النظام الحاكم ويقنعوا الناس ان اهداف السورة ما تحققتش طب باشو مهندس حضرك بتقول لي ان تونس يعني وصلت لان هي بقى ليها كذا كذا ويبقى حصل فيها نعمل الاستقرار بس يعني مع احترامي الكلام حضرتك ان تونس ما كانش فيها كل اسبوع يوم جمعة فيه ثورة قصدك مزهر او مزهر في مدان التحرير نفس الكلام انا موافقك لان من الاول خالص اتفقوا ان هيعملوا دستور ما احنا لو من الاول خالص قالوا ان خلاص يلا هنعمل دستور ما احنا كنا هنبقى ماشين خلاص احنا بنعمل الخطوات اللي احنا عايزينها فانا ما كنتش هنزل اتخاني على حاجة وانا اللي بطلب بيها يعني الناس كلها السياسيين اللي بيفهموا في مصر وفي العالم على فكرة احنا مش الدولة الوحيدة في العالم اللي عملت صور الصورات عملت دول كتيرة جدا 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 في اوروبا الشرقية وفي امريكا اللاتينية واحنا يعني مش في معذر عن العالم شوفنا الناس عملت ايه وقلنا يا جماعة الكتالوج موجود انما على الاسف كان فيه ناس بتشور على المجلس العسكري بحاجات سواء بسوء نية او بحسن نية انما عكس مصلحة الدول طيب مهندس باسم اه انا عرفت من قراءاتي وطلاعي على يعني البلاد اللي حوالين اللي حصل فيها صورة والبلاد كمال اللي محصلش فيها صورة عرفت نتيجة كده صغيرة وحضرتك تياريت تقول لي رأيك فيها ايه او ليه مفيش انتخابات مجلس شعب او انتخابات اه في اي بلد اسلامي او غير اسلامي عملت صورة او ما عملتش صورة فازت في مجلس الشعب بهذا الكم الرهيب من اصوات اللي بتؤيد الاتجاه الاسلامي ولا في تونس ولا في الجزء يعني اي حق ولا ليبيا ولا مفيش مع ده مصر ليه ليه هذا الكم من التأييد الكبير اللي مش موجود متهيالي حتى في بلاد محصلش فيها صورة خليني برضو على نفس المثال بتاع تونس احنا عندنا حصل انهيار شديد جدا جدا في التعليم من السبعينات تونس ما حصلش فيها الانهيار الحد في التعليم بنفس الدرجة السبعينات اللي النهاردة تقريب منتكلم في اربعين سنة زين العبدين بنعالي قعد خمسة وعشرين سنة فعلى ما بدأ الانهيار بتاعه يحصل كان مثلا بعد عشر سنين فالتعليم ما نهرش في تونس المستوى الاقتصادي في تونس افضل من عندنا بكتير جدا نسبة التنوير والثقافة في تونس اعلى من عندنا بكتير جدا فلما الناس بيجي لهم وبطبيعة الشعوب بتحب الدين يعني ده شيء طبيعي جدا وشيء محمود يعني لما يجي لهم حد يقول لهم تعالوا نعمل انتخابات ففي ناس بتروح للاتجاه الديني وده امر جيد يعني ما نقدرش نمكره ولكن برامج يعني انت طيار ديني ايه برامجك؟ انت طيار لبرالي انت طيار يساري كل واحد بيجي يقول لبرامج بتاعته والناس بتروح تنتخب برنامج مش بيروحوا بس علشان انت بتمثل الدين يعني قد يكون هناك طيارات دينية على سبيل المثال هنا في مصر فيه اخوان وفيه سلفيين الناس المتدينة او اللي عايز يروح في اتجاه ديني اه فيه ناس اختارت دول وناس اختارت دول تمام يعني مش محطوا مش كلهم حاجة واحدة ليه؟ لان انا شايف ان دول برامجهم افضل او دول برامجهم افضل ده المفروض انما اللي حصل بقى عندنا في مصر ان الناس بقالنا اه اربعين خمسين سنة التعليم في انهيار بقالنا 30 سنة لا نمارس في السياسة باي شكل من الاشكال اه نسبة الامية اربعين في المية اه نسبة الذين لا يقرؤون حتى الصحف كمان اربعين في المية يعني فيه اربعين في المية بيعرفوش يقرؤ اصلا وفيه اربعين في المية بيقرؤوا يعني بطالوا يقرؤوا من ساعة ما تخرجوا من المدرسة او من الجامع فكل اللي بيقرف مصر او عنده درجة من الثقافة حوالي 20% فده امر طبيعي الحاجة التانية ان احنا فيه خداع حصل او تزييف لارادة الناس انا دايما بقول ان الشعب المصري شعب زكي وواعي وبيفهم انما عامل زي الكمبيوتر الحديث كمبيوتر سريع جدا وامكاناته عالية جدا انما ما فيهوش معلومات فلما تخش تعمل انت بحس عن معلومة من المعلومات وهي مش موجودة مش يطلعها لك انما لو الكمبيوتر ده الكويس قوي ده السريع الرائع فيه معلومات عملت بحس في ثانية هيطلع لك الاجابة نفس الكلام ده على الشعب المصري الشعب المصري مغيب ما عندهوش معلومات انما لو اديته المعلومات الصح انا متأكد ان اختيارتهم هتبقى رائعة هيبقى زي الكمبيوتر الكويس اللي هيطلع لك اجابة رائعة الشعب المصري مغيب ما يعرفش معلومات ما يعرفش مين الحرية والعدالة فيه ناس بتنتخب الحرية والعدالة ما يعرفش ان هم الاخوان في الناس بينتخبوا النور يعني انا عرف ناس مسيحيين انتخبوا النور بخداع قلالهم انتو مش بتحبوا ام النور زي ما بيقولوا على السيدة العزراء ام النور فراحوا انتخبوا حزب النور ده التغييب الناس مش عارفة الناس لو عرفت انا متأكد وبراهن دايما على ان الشعب المصري الشعب زاكي بواعي اول ما بيعرف بيعرف يختار كواساب